السؤال الثاني أقرأ من قول الله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استوزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم شكرا